عدنا مشاهدينا الكرام ضيوفنا المنصف المزغني الشاعر رياض براوي الفنان والعربي المازني الكوميدي والمسرحي عربي بعد نجومية كبرى على مستوى التلفزات وعلى مستوى المسرح أيضا العربي ونص ومسرحيات نجحت يغيب العربي المازني كان في التلفزة معناتها ككرونيكور وينو الانتاج متاع العربي المازي المنجين كيفاش ولد تغزر خطر غادي كرون السبب الديه خطر طاو جي تشوف اللي مسمينها نحن الماكينة 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 خطر ما انا من نجمش انا واحد من الناس ساعات نقول بالك شي انا من عرفش نمثل ما انا روماني جديد مثل المسر عام تسعة وتسعين بريسك عشرين سنة يرى عشرين سنة نجحت واول ظهور لي كان فيه نجاح اثبت لي مع انت نجاحا مع انت ممثل مهم مانيش خايب عملت خكميك عملت تخجيك في المسلسلات في المسرح مسرح البلدي عبيت عاديد المرات يوينك في المسرح البلدي المسرح البلدي اخويا ما انت نبقى بها تانا كان فما نبقى بها تخطر هو ممثل وفنان كيفاش ينجم كيفاش يحكي كاك نجم سميه سميه طبعا يسمى زهير الرئيس اه زهير الرئيس اينا كان خدمت المسرح البلدي محمد وعملت وربعاها وقته مدير يبعن يخرج في طلفزة متلافزة ممرة حسنة وقال لي وقال لي يعني بعد ما عملت معه قال لي عربي مزلي مش متع المسرح بلد قال العربي مزلي مش متع المسرح البلد مش متع المسرح بلد لكن كيفاش قبلك معنا تشفت كيفاش وهل ترى مدير المسرح البلدي هو اللي قيم اعمال الاخرين سؤال ينجم يقول كلمة كيكة ينجم يعرقل ينجم يعرقل وفما حاجة اخرى بالله سمح لي محامل فما حاجة اخرى ذي مهمة بارش فما منجين يأخو لك يأخو لك مطرب ويأخو لك فنان استعراضي سوديزان ويأخو لك ممثل ويأخو لك اكي مثلا ويأخو لك من اول الاحتكار حتى في المسرح يأخو لك من سبتمبر حتى الماي ويأخو لك ويأخو لك ويأخو لك هذا الاحتكار المسرح البلدي المسرح البلدي ويأخو لك 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 ونحن ممثلين ونحن فنانين ويأخو لك زهير الرئيس تقول عطل عطل مشاريعك عطل حتى كان مش متأكل اللي هو عطل يقول كلمة كاكة يتسمى مثل ممثل فنان ما عيب تقول على إنسانا كاكة واضح اليوم متغير مدير مدير المسرح كبيرة كبيرة الفنان القدير هو ممثل اللي هو مدير طول مسرح البلدي سي كرام عزوز تحية لي تحية الكرام عزوز اللي هو حل ببين طول حل ببين نشوفه برشة مسرحية نشوفه يوميا في النزافيش نشوفه مش ساعات مسرحية هاي تقعد شهر كام يعطي الفرص لنسك شهر كام ليه أخوه يراني أحبني نطلع المسرح ميت حبت أطلع شعرنا العظيم حبي أطلع أخونا عزوز كنا نحب ونطلعوا فهمت اليوم بعد الحكومة وخيتي هاي اليوم شهي المسرحية جديدة اللي حظر فيها العربي المازني هاي شعب وخي هاي شعب وخي هاي شعب وخي العنوان حلوه هو الحقيقة نشوفه ولا فيش متاحها هاي شعب وخي هاي حكيدي عليها شوية مخي تحرق هاي شوش فعلة هاي مفهمتش عليش انت في شورت ليه مش شورت سرويه لذاك مشمر ها 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 ما بي بلدنا ما بي بلدنا lle teaching يعني بالكيسات مريقلة بكداية، بدأ بيك ديما تشمر وتتعرض الخيلة. ويا ربي يا. ويا ربي تنع. أما لا بتيش خلوة فيها باشا روشير. اي 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 اي. صديقنا بي سيم هو الانفوغرافيس اللي خدمها مع انت فنين بصارحة فنين. احكي لنا على المسرحية هذه عربية. شعب وخي معنة. شو حبيت تقول منه من خلاله. ما نجمش بنحكيه لك انا على المسرحية كلها. بون هي انا مش كونوا واضحين. هي فاما ميلانج عملتها انا بين وراي كونتوار وبين عربي ونص. وبين حاجات تزدناهم. اضفناهم جدد. بالشي الجديد. ما حاجة بالنسبة لي. انا والله ساعتنا بديهم برفوانا وخويا. تحية لي مخر الصبر الخميسي. وذيال هذلي بالله بالحق نحب تحية كبيرة لي. تحية ليهم الكل اللي اختاعدين يخدموا في المسرح طبع. فلجن معنا يخدموا في المسرح. يعملوا معنا الثالثين او بلسنف عام. يبعوا معنا تبركال علي جيني. عنده مستقبل فكروني في تفول ذلك. به. واب. خليني المسرحي اللي افون قو. انشبو شو شوفوا منها شوية بركة. مانكشفوش كل شاي وانتي عندك عرضة وش نقولوا علي وقتاش. ولكن شوية بركة منها. خلنفهمون العربي المزني اين يذهب بالمسرح. ونمشي به يلا تفقدر بتصفيح كبير منكم ويزمع لك تكل الحليب ولو تشربه صغير تشرب الحليب ما فهمش كيران ما فهمش متروات وعلى الشيخ وباكة ومش تمشي مش تمشي تخدم مش تعمل دار شد دار ببايك خير هاك عمل الدار يا سيدي هاك عمل الدار وكذا يومنا منه بشتوالي تعاني من فتورة الضو هاك فتورة المياه كان قاعد في دار ببايك فتورة الضو تجي لبايك والله العظيم لك كثرت لها يا شعب وخي باك خدمت وعمل الدار اقلشنا يا أخوي نحب نعرس وش لازك باش تعرس باك عرست باك كما قالك بشت طلق وترسيلك عند رزوكة في المسامح كريم وتتك والله وشوف يفتح الستار شوف ليه باك عرست وتهنيت وجبتوا صغير باش تولي تعالي هاو ما عندوش كوش هاو ما عندوش هاو ما عندوش يزي شعب ولا بالحق يزي شعب ولا بالحق يزي شعب ولا بالحق وليلا اذكر فرماسي سامحوني ضربتين ما فهميش دويات وما فهميش دويات وما فهميش دويات وما فهميش دويات وش لازك تومر اذا انتي موليف على روحك ما لقيتش دويه الليف بالخير وعبه الخير وعبه الخير وعبه وش لازك تحق في ريشوبش يا أخوتي بونتاتة وعبه يا نور روبي عليه خايبك الزنزانة طالعت عابت الشتار جارس وكمت بيه برافو 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 هذا يا أفونجو من مسرحية العربي المازني الشعب وخي مسرحية للمشاهدة والمتابعة ان شاء الله تشوفوها يوم الخميس 2 مارس 7 متع العشية بالمسرح البلدي ما تنسوش العربي المازني في الشعب وخي يوم 2 مارس 7 متع العشية بالمسرح البلدي محمد العود خليني نقول كليمة على أخونا العربي المازني ضيفنا اليوم المرحب به وصديقي وعشير عمني الشي اللي يعجبني في العربي المازني انه كافح وحده لانه بكل صراحة ثم برسة ديستان دابير اخرين محظوظين وراهم ماكينات كبار اللي تخدم فاهم وتروش فاهم والعربي يفوقهم في الامكانيات ولكن العربي يعاني وحده العربي بالحق يعاني وحده ولهذا لفتح حتى على مستوى المعالقات وعلى مستوى كذا ان شاء الله العربي طوي يلقى حظه وان شاء الله نكونوا موجودين بكثافة يوم الخميس بش نشجعوه برافو محمد العوني برافو محمد العربي المازني ما تنسيوش الخميس 2 مارس السبعة عشرية بالمسرح البلدي خليلك كلمة اخيرة الجمهور اللي شاهد فيك وذي كان كاميرا شكرا مرسي بكو نحب بالحق نحب فما نشكرها بالقديم بالقديم على خاطر انا والله نقول لكم حاجة ثلاث يوم التالي زعم على البطلة العرض ولا بالحق وحل تكوان سيت وحدي كما كان يحكي محمد برافو تكوان سيت وهي البارح لا فيش حاضرة تانا نتابع فيك البارح بالبارح فما شخص بالحق اتصلت بيه اللي هو هتعرفوا سي عبدالرزاق سي محمد اللي هو من قربة نحب نوصل تحية ليه يشجع في الفنانين برقدة برقدة شجع محمد البوزوج محمد البوزاجي محمد البوزاجي اللي هو مع انت يشجع في الفنانين وقاعد يقف في الفنانين شبه عينيك طلعت اخذروا محمد اللي باش ولا بخطر ما ولوا الكليب بتاعه لا بسي عبدالرزاق ما تفاهم أنا والعربي كينوشكروا بشي الزاحات اللي دوامة مية طرح طيف لا يمشي وينك المية اريدك اريدك بشكر عربي بسرعة عربي بسرعة كما اقول لك لحب تحية اخرى السيد طهر الراجدي من وزارة التربية اللي هو اكلم شكول من وددية وزارة التربية ومدام فاتن وجلة تحية وزارة التربية زيدة ومدام عيدة الشجراني وذيه طافي الاخر نحب تحية كبيرة زيدة لكم وانتم محمد العوني زيدة بيانسيو بحلي الليلة ونحب كلمة الاخرى تحية كبيرة البابا نقول لنا نحبك برشا 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 بحق اختي وحمزة اخوية برافو خصوصا لعيبتك اما عندك قنبلة جايتك من سمر اعطيني القنبلة اللي عندك اعطيني حتى لان اعطيني فاقره عربي شعندك سويل خاطير تحب تجاوب علي ما تحبش اجاوب ما تجاوبش يلا سمر تمدلو السويل خاطير وتجحر تحب سويل خاطير تحب تجاوب علي، اجاوب ما تحبش ما تحبش رأيه أقرأ ساعة غالطة الجملة غالطة ساعة خلنا أقرأكم هلا دايك الجرقة بش سرح وتقول عليش تردك سام الفهري من الحوارة توس مستحيل كان سام الفهري تردني من الحوارة توس ملش كون تردك وتحيل سام الفهري تحيل سام الفهري ملش كون خرجك خرجت واحد واحدة ما تردني حتى حد واحد وهم يسمع فيه جماعة الحوار بكبيرة ومزديرة وعليش واحدك خرجت واحدة على خطر ولت فما حاجات ما عادش تنقل ما عادش نقبلها دايوغان وقتلي سارتلي مشكلة في الحوارة التونسي وخرجت من الحوار سام الفهري عايتلي مسلسلة تجي الحال وفاهم مشكون من الحوار التونسي قالوا له كيفاش تعايت له ووتي في بيك شنو عمله كبيرت هي لكن انت عليش خرجت عليش بالحق خرجت علي خطر فما مشكلة مع مقدم البرنامج ولت تكمبيين عيني عيني وولت من وانا مبرزولير يعني راجل نجمش راجل العربي المازدي نوضعك على مرة أخرى فاصل مشاهدين الكرام انت ستار فاصل انت ستار وراجعين باش نكملوا برنامج عدنا مشاهدين الكرام مزلنا مع الاستضافات مع برايم النجوم غيوفي رياض البراوي وطبعا الشاعر المنصف المزغني ونستقبل باشرة الصدمة فار الفنانين مع وسيم عايشي وسيم العايشي مرحبا وسيم تفضل وسيم مرحبا بك سي المنصف وسيم العايشي يخرج لنا السرقات الفنية يخرج لنا زي الهوام عبد الحليم من مخوظة متاع اسمهان انا خايف لا يخرج لك قصيدة لك انت يا منصفة يا منصفة على ذكر السرقة ثم انواع يفصلها ابن رشيخ في كتاب العمدة باب السرقات ثم السرقة وثم الاختلاص وثم النهب وثم الإغارة وعقوها هي الإغارة أنك تسرق الشيء العديد في الإغارة أخوها الإغارة أنك تسرق يعني تسرق الحاشة كما هي وتخليها كما هي كتسرق فارينة وتردها خبز يعني تسرق فارينة والقوة عندك فارينة كما هي الإغارة قبل أن نمشي الفارين الفنانين بربي نحب سلمونسف انتباه وبجراء ربي أعطيني رد للشيء اللي بيش تشوفه إن شاء الله أعطيوني 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 يا أخي هو لا يقرى الشاعري ويعتبر جاهلا نقول له أنا راني مني جاهلا كما قلت أنت رك غالت وراء الشاعرك ميزيدش حاجة كبيرة على حبيبتي تمضغو شنقومة هادي حاجة الحاجة الثانية أعرضني في لفايات وش بدلي كتابة كي نبشي بيع للا تخزون قلت لبس أعطيك ديواني أعطيدي ديواني لبرقادي ما هذه قال يا أخي أنت أقرى كتابي وأكل الشاعر لماذا؟ ما هو أقض له فإنتكشة؟ قال لي معنائه طالب منيسي سليم ونقراه خطه لو نعمله في الكاريكاتور أحنا تصور تصويرته عادية مددعك تصور خشبه كبير وعنين بجا وذني قدك رأى أني يجب أن تقرى شاعري إذا لا تقرى شاعري بعد قالها فأذى ما أوثقوش فيه خطر هو لهو أبو القسم الشابي وليه هو صغير ولاد أحمد بنا ومو قصيدة شادة أنت أحب البلاد اللي كما لا يحبوا البلاد أحد مثلا ماش قصيدة أنا أتذكر كتبها منصف المزغن ولو ولا توا ولا يعملها باللح هنّا كنّا فنّا هنّا تفهموا يغني لا تفهموا يذر لا تفهموا في حزب اللطيف أنا أحترم حريته كأمّي كأمّي؟ كأمّي ويدافع لا ويدافع عن الجهل ويدافع عن الجهل بحماسة أنا كنت أخذ الكتاب وقرأ وبعد من تقرأ أخدم عليه وأعمل أما أنت لا تعرفوني فمجلوا يا حبيب التمضغ وشنقامت كنتي وحبيب تكنتي شو دخلني بياها أنا ما قلدك قلدك بالكتاب ما نجمش ما نجمش ما نجمش معناها هكي على مستوى هكي تقول له تخلي لطفي بودقة تقوله رب يعاونك وبعد عليَّا يا لطفي قلّك البعد عليَّا السيّة من إيّا ما عاشت عملني شهره ما عاشت عمل لي شهره أنا أحب الستره قالك ما عاشت عمل لي شهره عليك برحبت صدر بايزنة جلطي بودقة موّد مقلد ودائما نقض عليكو يلا نمشي قبل ما نكمل باستاف باستاف شنوه واحدة واحدة يا ولادي علي الكنديكتور عندي مش عندكم انتم ما تتبعوني في الرجيم مش انا نتبعك يلا رياض نمشي معاك رياض في انتغفيو رياض انت كنت رياضي اي قبل ما تكون فنان لعبت مع شكون يا لعبت مع المحيط محيط طرقنا مع محيط طرقنا الى حدود وقتش الجينيور وبعد قصيت على خطر بابا الله يرحمه كان يخاف علي برشا وبرشا مرات كنا نترانوه في كي نلعبه اللي ماتش نلعبه في دمارس في الستاد في سفيقس الكله مش معشب عدا من غديك بدأت الحكاية قال لي لا الكورة لا قال لي الكورة لا اندمت انك مشيت للفن وسلمت في الكورة اللي الكورة فيها برشا فلوس لا ما اندمتش لخيخ ما اندمتش على خطر حتى الفن اللي هو متاعلي نتفسه أعطيه لي تصفيقك رياضة انا نعرف وانا متابع مسيرتك من وقت لجيب الخطاب ووقت هيلة الركبي ووقت جماع الكل ولكن انتي منذ خروج بن علي عن الحكم وانتي كنت مدعوم من القصر مدعوم من سيدة عقربي ومدعوم من ليلى بن علي من الوقت ذاك دارت عليك الدنيا نجمو قولو هكا الساعة كنت فرض روحي على خاطر مدام سيدة عقربي انا قدمت حفلة كبيرة برشا في المنزة منزة سيس وكانوا معي برشا فنانين في الطن هذك شكري بو زيان عدنان الشواشي سيها مقريرة ثامر عبد جواد برشا أسمان أسماك نوردي الباجي عبد الواب الحناش برشا فنانين وانا كنت من ضمن الفنانين غادي وأنس الخماس إذا ده هو صغير طالع كيف كيف برشا فبعد ما كملت بعثتلي شوفارة متاحها قال لي راي مدام عقربي حاشت بك لباس قطلو قال لي راي حاشت بك قال لي ميرسي عجبتني برشا ونحبك نطلع لي الجمعية أعطتني الكارت فيزيت متاحها مشيت للجمعية متاحها دوما دخلت بعثتلي السيكرتير مليانة طالع في الدروج ونشوف تصور بنا عليه في كل بلاصة في الجمعية في حدايق المنزة غادي قال لي صفاك مشتولي ولد الجمعية كيف قال لي صوتك عجبني برشا حضورك ياسر عجبني وانا نحب المزيين ونحب اللي صوتو حلو وباش ما تخلصك جزادي شوفوا نقول لك سيدا العقر بمهفة شوفوا قولك يا رزوقة يكذب عليك اللي يقول لك نخلصون كنا نخدموا مغير حتى فرنك بليش بتخلصون فاناني لكل ما نخلصوش إلا البيبيوليستيات التلفزة تخلك مزيين وعجبني صوتك كاكاو والبيبيوليستيات والإشهار والإشهار اللي يسبوت في التلفزة على الحفلة آه وي لسبوت في الحفلة وثوما تموتوا على السبوتات فاناني لكل يحبوا الميديا الفاناني لكل يحبوا الميديا باي مش نوريك صورة طوالي ومبعد عليك تكبب ليلة لا بعد ليلة قالت له مهيت وعطيهولي للبسمة ليلة آهي ليلة ليلة قالت لي نحب رياض يجين جمعية بسمة قالت له السيدة قالت له سواء كان مع جمعية بسمة ولا معي اينا رأوا كيف كيف آه اخذتك بسمة اخذتني بسمة وصيدة العقر بي اخذتك متعاركوا عليك ولا متعاركوا متعاركوا عليك الاثنين على خارج شوفوا كلها فما حاجة عبدالزاق سيب منصفني فما حاجة عبدالزاق لشيقول له كان بديتا مع السيدة السيدة مرة فاضلة برشا ربي سمان عليها الخير رو بعيدة على كل السياسة اي منحكي لك تحب الفن برشا اللي خلاني نبعد على السيدة عقربي فما حاجة حفلة متع ولدها محمد أحمد الله يرحمه الله يرحمه احمد حاضرين الوزراء الكل محمد مرجان وعبدالرحميد الرحيم الزواري وكمال حساسي كل من اليمين اللي صار وكل وزراء ويعرفوا رياض بوراوي شو يغنيوا شو يعملوا كذا عملت لهم هكا قالوا لي يجي رياضي يجي سلم علينا مش يتسلمت عليهم بالبوس فرحوا بي جيتني السيدة قالتلي كيف تمشي تسلم عليهم وكتاخذ الاذمن عندي قلت لها باي باي حبيبتي باي باي يزمك تاخذ منها لا أنا اذن بشتسلم على الوزراء من غادي من غادي قلت لها السيدة باي باي أنا بدي خديت الانسلاخ متاعي من جمعية مش بتروح اكمن جمعية مشيت البسمة هي بسمة أقوى من أمه هلأ في الأول ما خيرتش على خاطر حال لا ما جمعية بسمة بتاع ليلة أقوى من السيدة العقبة وانتي تلعب فيناتهم قيت مني عاد قيتما كيفاش نخرج أنا كيفاش نخرج شيت الليلة قالتلي أمان رياض قالتلي السيد الرئيس عنده حفلة كبيرة برشة في القروان حبك تعملي غناية وطنية عملت له غناية وطنية يسر مزيانة اغنيتها بن علي قل مني جبته لي هذا قال لي اسمع ولدي عمل لي هكا على خدي قال لي اسمع ولدي انتي فنان كبير طالما بن علي في الحكم كل عام تمشي للثقافة يوم الوطني للثقافة اللوزار جيني للقصر وبقدرة بتنكرمك ولا تجيني انفيتاسيون دعوة شخصية من التشريفات كل عام على مدى سنوات حتى سنوات حتى بن علي انشاء حتى خرج من الحكم وبصراحة بصراحة هو بن علي كل شيء يوصله كل شيء أنا أنا التشريفات هذه 2004 2004 2004 تحضر في اليوم الوطني للثقافة من قبل من 2000 من 2000 حتى نهاية الحكم يعني على مدى سنوات مش على حاجة على خطر بن علي بن علي ذوّق 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 بعد حاجة أخرى مش يقول لك حبي عيني معتمد حبي عيني معتمد لي خليت وقتها حبي عيني لي خليت كانت معتمد حبي عيني قلم راهو مسلم وعنده السياسة وحليلت ويحكي بالقداء وحليلته خطب بن علي حبي المزيانين هاي خليمشي معاك في رحلة صور رأي أعطيني لني الصورة الأولى نجيب الخطاب رياض بورا وكتحكي على نجيب هم نعرف كتحب نجيب ياشر يموت على لي يموت على نجيب الخطاب تعرف تعرف نجيب الخطاب كيف هو نجيب الخطاب أنا دوم مخرجت كسات لولا مع سوكا اي اخذيها واحد حوات من لفامي اي يخذه في كرنواء خلي الكسات بحذ الكاسة جي نجيب قالوا شكون هالشباب هذي قالوا هذا فنان طال عراهم زيان قالوا تره نسمع سمع وقت نجيب يحب الكرفات برشا كل سبت يمشي لفتحي المصفار أنا نعمله تحية باش ياخذ الكرفات من عند فتحي قالوا شنو هالكاسات هذي قالوا يا قالوا لعباد الكل تحكي به رياض بورا ورياض بورا ورياض بورا خنعيت له سمعني سمع قالوا هذي الجمعة هذي يكون معايا وتحديتي مع نجيب أنا يقول لك كيفاش الحكاية أنا نسكن في المنزل الخامس نسكن الفوق كاري من عند فتحية خرط تتحكينيش على فتحية وولد خلت فتحية وبنت عن فتحية لا نحكيني كيفاش تحكيني على نجيب حطولي من الفوق بالعصاء فتحية قالت يعاني كتالي فوق خطر مكينش الموبايل اي مكينش موبايل ربطتنا باش نتكلم قالتني شكو قلت له شكو قالت نجيب الخطار يطلب رياض بوراوي حلم من أحلامي ونشاب اي حلم من أحلامك قالوا قال لي معاك نجيب الخطاب يدي ولا ترعش قال لي نجيب نحبك تجيني اللافيات اللي ذاعوا التلفزة شرع حرية وقتها قبل ما تولي في الجمع العربية امشيت الغادي نلقت طارق حرار مدير الانتاج قصة من بالإله تلموم معناتها بالرعشة بزعت اليوم قهوة تحية طارق حطار ولا يرحم نجيب الخطاب لكن موفيتش غادي وتعديت تعديت معنا جيب وقعد نجيب دي ما يجيب فيه جيب فيه حتى مرة تعديت قابلنا مع بعضنا في كوليس اللي ذاعف عمل ليونيت على رأسه قال لي شنو الحكاية قولوا رياض بوراوي باع رزقه وعطان نجيب الخطأ بعطيتني حاجة قلتوا حاشا وكل سي نجيب قال لي مالا شنو الدو هذي قال لي مالا خلي قولوا واشي همشي نعاود عادي كل أسبوع وقعد تتعدى معنا جيب عدي معايا باستمرار إيمانا بصوتي أي إيمانا بصوت رياض بوراوي نمشي لسرعة أخرى بسرعة معتيني هذه هيلة الركبي وطبعا رياض بوراوي وجمال الشبي وينه جمال عندي برشة ما شفتوها هذه مع هيلة بعد ما بلبصت معها أي بعد ما بلبصت بلبصت معها كيف هي بلبصت خاطر هيلة استدعاتني باش نكون نظيف طبعا وكلمني سيعز دين العياش يالله يرحمه وانت مشيت الناجي لا مشيت الهيلة وتفقنا على برنامج في الكونديكتور بعد عملت بروباقندا المجدد القباني وانا تجمت كل تن الفتني قلت لها ستوب انا مش نهرب مش نمشي خرجت غادرت خلطت علي شكري بن مبروك كيف هي رياض قتله قيف هيش بيك قتله هذي هيلة الركبي لا انتهى قال لي والله كما نفرحو بيك والله كذا عداوني وبعد حلفت علي قالتي ما كعملت بلبزا في اللواء والله لا عدا نجيبك قلت له فيلماء وقعتت عدا معنا جيب لا معنا جيب وبعد جات الواحد كربونا هذي كربوكم سمحتوا سمحنا وديك تعتبر تعتبر من خيرة الاعلاميين طبعا من خيرة الاعلاميين هذي عطيني صورة اخرى عطيني صورة اخرى هيام يونس رجلها 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 هويام يونس في كلمتين ليه ما عملتوش ديون هويام كنت مش اللحن لها ولحنت له غنية عتدبك بعيونك شعلت نار ما قدرتش أطفيها يا عين لطفي على القلب نار حلوة ياسر غنية حلوة ياسر الصورة اللي بعد ما عمر سال خليفة هذاك مقتدشن مدينة الثقافة هذاك مدينة الثقافة هذهك مدينة الثقافة مع عبد الرحمن ومعيا في اللجنة الخاطر هو عضو في لجنة الاحتراف وأنا عضو معاها في لجنة الاحتراف أنت له عضو لجنة الاحتراف لجنة الدعم ولجنة الاحتراف يعني تشوفوا شكون اللي غني شكون ياخو بطاقة الاحتراف احنا شوفوا بطاقة الاحتراف وممطا نعطيه الدعم للمطربين للمطربين تعطيه دعم المطرب خمسة ملايين وواحد ياخد تسعين مليون وهذاك علاش بكيت نهار وانا حاضر معهم في اللجنة لجنة موقرة وبكيت وقلت لهم انا ما عاشت نادوني سيدة الوزيرة الوزيرة قلتوا ما عاشت نادوني في الدعم متاع الملفات بالنسبة للملفات على المشاريع صندوق المشاريع بالضبط شفت الظلم وبكيت على خاطر فما ناس تسحق ما تاخذشوا فما ناس ما تسحق بالمعارف لا والله مش بالمعارف بالأسماء بالأسماء وهم حاجة أخرى في الدعم متاع المهرجانات الصيفية في الملفات في المهرجانات الصيفية يهزوا تليفون من جبعة اللجنة زملائي في اللجنة يهزوا تليفون يكلموا مباشرة يقولوا اشنو انت كيفين شك قدمت كيف ما تصيرش احنا في لجنة يزم يكون كونفيدونسيال يزم يكون فما معناتها فما سريت العمل المتاعكم سريت ما أعجبنيش الشي وليت جبدت روحي ما عادش في لجنة الدعم لكن بقيت في لجنة الاحتراف أنا موجود في لجنة الاحتراف في لجنة الاحتراف ومعاز ومليك شدي الحاجي وعبد الرحمة العيدي وعبد الرحمة العيدي ومحمد البسكري وبرشة برشة جدي محظوظ انك مع الناس ذوما والله رياض محظوظ نمشي للسرعة اللي بعدها نمشي هذا المدرسة متاعي هذا كيرم محمود اه كيرم محمود ما غنيت النايش كيرم محمود غنيت عارف الشوء يوصلي اه عديه ايه غنيت ما هو بديت العشية توطح الليل نسيت اللي عديت في العشية يلا خليني نمشي للكورونا اي هناك يشوف تصويرتك في الكورونا والله في وقتها تفجعت عليك تفجعت عليك وفم ما يقول لك صورة الكورونا انت يريقد هنا بالأكسجين بالأكسجين الله لا يعودها هذك رزوقة هذك في البرود هذك قلت البغضاء تزول الشحنات تزول العداوة تزول اللي تسامح اللي يظلموني لكل سمحتهم سمحتهم في البدرة هذيك خاطر هذيك لحظات صعيبة برشة يمر بها العبد وقلت هذي سمحتهم رغم اللي يفهم برشة فنانين أنا دخلتم الميدان أنا دخلتم فما اللي كان عنده تراك كذا أنا علمته فما اللي وقفت معاه ما ريتهمش الاثنين اللي ريتهم ريت الكينغ سيدة ذا الماسترو الكينغ نعمان الشعري نعمان الشعري وناشحة جمال هؤما الاثنين ما تخلاوش عليها وصدقني والله العظيم وصلتها انت وصلتها شنوها شنية يعني شو لم تتت سيئة أنا حطيت حطيت المرء ضيف في الحياة وإنني ضيف كذلك تنقضي الأعمار فإذا حللت فشخصي بينكم وإذا رحلت فصورة تذكاروا ستبتها وكل لحظة نحب نهبطها ستاتيو في الفيسبوك على خاطر الطبيب قال لي عندك 48 ساعة إذا تعيش وما تعيش 48 ساعة 48 ساعة تعيش وستابل يقعد الأكسجين رك تعيش ما كان شي تموت جيت المرطي قلت لها صلي عني بي يا ربي صلي عني بي رياض المرض نعرف أنا مرض ترى اللي ممرض شبه يا رياض عايش نعرف نعرف قلت الله تفلي في الزليز حتيت الوسي خلي وصيت مرت يلا يذكره بالخير بالمناسبة أنا أتوب ما زالت زادلة مولود وقلها ديليكاس معنا ما زالت عبا وكذا واحد حصيلوا معنا خرجت منها بعد من اللعبات خبطتلي التصوير المتاعي على الميديا وقالوا ورهو ميت فما مندوب متاع الثقافة متربطني بي حتى علاقة ولو عمره دعمني ولو عمره خدمني في مهرجين في وليته بعثتلي أباري متاع أكسيجين جاتوا من زير حبي يعطيها لشكون بعثتلي هدية لي لأنا مندوب ثقافة وبرك الله وفي ما تصير ما تجيبه الخاص وحقوق المؤلفين بعثتلي شيك باش نعاون نروحي تلمو مع أنت في البرود تلمو بريود صعيبة على خطر المتري كيلو متاعي 1523 في حقوق المؤلفين من عام الفين أنا في حقوق المؤلفين في حقوق المجاورة من عام دميل بعثتلي لوزارة مع أنت كابيتال لطف عليك والفلوس والله والله نخليط حتى فريق سامحوني سامحوني خطر أنا المثالي الأعلى عش عزيزا أو متوى أنت كريما بين طعن القناة وخفق البنودي خشمي ما خذيت من عند حتى فرنك حتى واحد إلا من عند لكنك إلا ما عند نعمة خطر بيها لبايسترو نعمة والله كان من عنده هو كان من عنده هو وين هو شربني أهوة قلة شربك أنا نعرف برسا رياض واسملي فرحي عشيري رياض بوراوي بخلاف أنه رياضي في محيط طرقنا وبخلاف أنه مطرب اللي ما يعرفوش على رياض أنه من كبار العرفين وعنده حرافين دي خليني بشي قول يجيوه من سويزرا ومن ألمانيا ويقرأ الكف طوى بش نوصل لهذه سي المنصف المزغني يحرق لي الفيلم محمد المزالي بفردني كان هو سيحة سيحة رياض سيحة قارق للكف سيحة وقارق جيد يقولولي سيحة وكي يخزر لك يا سي المنصف سيحة قريت له قريت له قريت له أليبوك في التسعينات وقته كنت نزوره وبيت الشعر قريت له قريت له خطره من موليد برج الجدي اهو عمل لك هكا براسو مقويك يا رياض انك تشاف رياض براوي وقت له مش تكون عندك بنوتة هي لي مش تلقاها في كبرك قلت له قلت له قلت له هاي 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 غير عبرك يقول لك هذي هذي السيدة ذي محمد العوني تطلعش كنت تسحي في هيلة الركبة ونجيب الخطاء وحاتم بنعمارة بشعدي وصحي بيانا اليوم بشعدي يمكن يمكن للاخرين لا ها 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 هذي كاسي محمد العوني انا مشيت له في الفرح متاعه لول والجم واخدمته في الفرح متاعه واختأحنا راجعين انا وياه وراوف كوكا ورياض وطلقها صحيح يا محمد ماني غلطك استدعيت رياض النادي وقتها شو اللي استدعاها رياض العرس ويكمله لا لا الحق انتو بوري تاعب اعملي شوية فاسخ وفي سوخ اذا كان تاعب لكان زيت وفترة صعيبة برح وعونتو بخلاف محمد العوني ومنصف المزغني بشكون قريثت كلهم حكذب عليك عليك عليها بالعيد عليها بالعيد عبدالوهيب الحناشي عبدالوهيب الحناشي نوردي الباجي نوردي الباجي ذكرى محمد ذكرى محمد وذكرى محمد عليها قصة انا 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 تنبأت بوافاتها انتي تنبأت اي نعم والله بوافات ذكرى محمد اي نعم سيدي ومازالت وعندي الانترفيو اللي عملته مع نوفل الورتاني اي قبل ما تموت ذكرى بشوية خاطر جاني في الجريدة إن شاء الله توتي مناسبة أخرى بقدرة ربي ومعاك بحية راسك وتو نجيب لك الانترفيو حط لي الانترفيو شك قلت انت؟ هي كلمتني خاطر سمعت بي أنا قريت العالية برشا فهم اللي محبش يقول لك راه التاريخ يثبت تقريت الذكرى الذكرى جيتني اللي وطير الانترنسيونال وطير الهناء قلت لها يا ذكرى رك مش تمر بأزمة خيبة برشا وهي مفجعة قالت لي شنية مش يصيني مش ينموتة قلت لها فهم حاجات ما عجبتنيش في الرؤية متاعي بالنسبة لي كنتي قالت لي امان رياض راني خايفة امان رياض هزيت لها شوية مورال وبعد معناتها سفرت فك الهبطة متاحة من البرة وبعد سفرت وانا نحبها غنيها برشا تعجبني خاطر لحنا العسي عبد الرحمن برشا غني وحدث ما تنبأت به وحدث ما تنبأت به وكانت موتى بصراحة شنيعة لفنانة كبيرة وعظيمة اسمها ذكرى محمد عماد عزيز عماد عزيز عماد عزيز انا تنبأت له بدخوله الفن ووقتا كان مغروم بي برشا نحييه ولا نجمة برك الله طوا هيا عادش نمشي بش نطلع لك سرقة فنية لو عندك اثنية سرقة نمشي فار الفن ورجعين مشاهدين الكرام يلا فار الفن جيد يلا فار الفنانين مع وسيمة العايشي اي اش عنا سي و سيمة عملنا طواربع حلقات الشهر الأوليني في برش حاجات نحبو نعديو بست اوف على الاغنية هاي نحنا حذرناهم تسي المنصف المزغني بشي عرف الاغنية اللي تسرقة تسي المنصف ابداعات كبيرة اك بش تسمحها تاو بش تسمحها منين منين تزت منين تخذت يلا نشوفو مع بعضنا ونا رجوا جدك اشذر اشاك اشتركوا في القناة 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 الصدمة مش فار الفنانين بركة ولكن هو الصدمة لاني انا شخصيا بيدي تصدمت في عديد الاغاني اننا نموت على زي الهواء نحب عبد الحليم ونحب زي الهواء نلقى زي الهواء تغنيت قبل ما نحملش عبد الحليم بالطبيعة نحمل الملحن عبد الحليم اخذي اللحن مش هو اللحن ما يهمش وانا مش مش نقول سر ولكن في شرح ديوانة بالطيب المتنبي عنده كثير من الابيات المسروقة المتنبي المتنبي طبعا يعني هنا المشفلوين المشفل كيفاش تعرف كسر هو كيفا خلو تعرف شي تسرق خلو نعرف خلو تعرف شي تخبي خلو ما نعرف خلو ما عش تسرق خلو حتى يموتك مرحومة يلا وسيم العايشين نسمعوك في أغنية لراغب علامة يلا على طريقة البلاي باك ترجمة نانسي قنقر حبيب قلبي غالي يا مصنهرني الليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليلمها أرجوك قربني منها ما فيني أبعد عنها والعالم ما لقلنا أجمل ما قلبي اختار انت عيوني فرحة جنوني بحلم حبيبي كمل المشوار مهما لموني يا نور عيوني بحلم حبيبي كمل المشوار بحلم حبيبي حبيبي كمل المشوار حبيبي قلبي يا غالي يا مصنهرني الليالي اسمك زي من عبالي وبقلبي ليلمها أرجوك قربني منك ما فيني أبعد عنك العالم قالوا إنك أجمل ما قلبي اختار اشتركوا في القناة بغيابك عني بيشتق لك يا حب الوحيد قلبي على طول بيمدهلك لو كنت بعيد بغيابك عني بيشتق لك يا حب الوحيد قلبي على طول بيمدهلك لو كنت بعيد انت بيروحي وكياني ورد الربيل من خوفي لحظاتي نساني أمري بيدير انت عيوني فرحة جنوني بحلم حبيبي كمل المشوار مهما لموني يا نور عيوني بحلم حبيبي كمل المشوار بحلم حبيبي حبيبي كمل المشوار حبيبي قلبي يا غالي يا مصهرني الليالي اسمك دايما عبالي مشتاك ليل نهار أرجوك قربني منك ما فيني ابعد عنك والعالمة لو انك أسمع المقلب الطال موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وسيما ذا شخصية قوية سيداتي و سيداتي مرحبا بكم و ندخل بيوتكم في هذه السهرة في هذه الليلة هذه السهرة حرسنا على ان نجمع لكم فيها انوانا مختلفة كانت في الماضي لا تجتمع في سهرة واحدة سونيا سونيا وعدنان فرد بلغني عن طريق الفنانة عبد الحميدة اشتركوا في القناة انو القو صعوبة في اقناعك و اقناعك اقناعك انتو بالضرورة لانك والدة الفنانة سونيا مباركة انو والاغنية هذه ما عادش في عمرها صحيح؟ والله الاغنية أحرجت التجربة هذه مع غنية مع عدنان شواشي ما تعاودتش ولا نعرفش هاو سؤال الشحيح خذ مطهيرا ما تعاودتش التجربة هذه ما عارفش عليك يا عدنان نعرف اللي هو ما زال مستعد على انو يلحنك ويغني معك لكن ما فكرتش في انك تعمل هذه التجربة برغم انها تجربة كانت ناجحة تستعرف إنها ناجحة ناجحة جدا هي اول غنية نجحت بها تقل عليه لان تعدناش من التعاوض التجربة في أقرب أقنم سيدتي واسدتي الليلة نصهر في سهرة من ليلة عربية نصطغيف الليلة الفنان الكبير الجهبث الهرم الشامخ في الموسيقى العربية الأستاذ الكبير الذي تغنت بالحانة العديد والعديد والكثير والكثير ثم العديد والعديد والكثير والكثير من المطلبين سيسعد طبيعيا بظهور هذه الحصة بمناسبة ذكر وفاة عبد الحليم حافظ والبعض طلبها من التلفزة التونسية وأعترف الآن بأن موجود في هذا الأستوديو تلبية لرغبة من إدارة التلفزة لأن إدارة التلفزة تلقت العديد من الطلبات لتقديم برنامج خاص عن عبد الحليم حافظ خليني نستقبل خليني نستقبل الحكيمة سعيدة سعيدة أهلا وسهلا سعيدة مرحبا بك سعيدة مرحبا سعيدة أهلا وسهلا سعيدة سعيدة حطوك الكارتة غادي بيش نبديو بسي المنصف طب سي المنصف المسغني الشاعر طبعا نبديو في قراءة إن شاء الله مرحبا المستقبل المستقبل مرحبا سي المنصف مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا هكت رحب بيك الكارتة عندك شهرة اللهم سلي عني بي ومحبوب وعندك عطب جديدة بربي تخمم في عطب جديدة في دار جديدة تخمم عندك فرحة وعندك عطب جديدة داخلتلك كسب إن شاء الله داخلك الكسب الكسب أي فلوس داخلت له الشاعر ما فيوش فلوس عنده كسب داخل عندك كسب داخلك تقول لك عندك حاجات في صحتك ولا بيس عخطر هذه ورقة الصح يعني شنو الصحة عنده شوية عب صحي نماذق تقول لي عنده ده وقت مش يرتاح عنده طريقة مرتاحة يعني عنده شوية صحة تقلقات لكن ما هيش خطيرة خيكون واضحة ما هيش خطيرة ما هيش خطيرة داعب صحيين شوية ولبيسة دي منصف عندك تخمم برشا مشكون تخمم شنية هالتخمم عندك مشكلة في الحاكم لا عندك مشكلة في فلوس لا ما عندك خطر عندك وقفة على حاكم ودفع فلوس لا لا الله أعلم على مشروع عندك عملته أو عطبة سيلا فلوس خطر هكي نشوف فيك يا أمي هيعندك فلوس لا لا ما عنديش لعه فلوس لا حد شي بد ما عنديش لا في الليل مايجينيش واحد ييسني فلوس ما انحلمش به ما ما تسلفتش حتى مر لا نسلف لا نسلف حتى مش تسلف ما تسلفك لا نسلف ولا نسلف ما اللي انتي صغيرة هكا هكا أنا تقولي عندك مفتاح السعد لهنية وعندك الفرج وعندك أنثى تقولي معجبة بيك تشكولي معجبات برش وعندك فرحة في طريقك عندك فرحة في البيت عندك فرحة وعندك فرر بالفرق فما فرحة سي المنصف عندك فرحة والله تقولي طريقها متحسن ولا بيس هذا ياسي عبد الرزاق طريقة والله مصلي عبد الرزاق مريكل سي المنصف الفلوس موجود عنده دار بشي شراء قال لا مازال بركش تنخبه بعد ما قريت هو عنده اسمع والصحة عنده قلق لكن يخفضواه ومروا مريكل هي قتلي لبس في صحة لبس في صحة لا لبس ما عندهش خوف عنده وقتين بش يخرج منها المعزق والمعجبة ذي ويني قالك ما عنديش معجبة هو عند ما قالت لهوش المعجبة شقرة خشي تكون حتى ري تكون معجبة بيك حتى في القديم فما معجبة جيتك بل صديقتك سي المنصف هي يدخل لي هكي وانتي تقرأ في الشعر ها هي هاي هاي فارس تحبك برشة المراذية لازم تكتبله على الفيسبوك ويرد عليها سي المنصف ها يمكن يمكن ما يعطيكش السر هي ما يعطوش السر ما يعطوش سي المنصف ما يعطيش السر عنده ما يعطيش السر هو تقول لي طريقة بيه ومروا بحا وعنده سفر عنده مشروع في الطريق وفلوس موجود موروا بحا وموروا بحا إن شاء الله يمورك متيسرة وطريقة بحا نمشيه للعراف رياض بوراوي سي رياض هو فنان شوفوا قلك معا سي رياض أنا في الحقيقة قراني قدري مولود ليلة قدر ليلة 27 ورب يعطاني بريسنتيمون الحدث وانتي أكيد تعرف مشيت المدرسة فتوح الفلكي في القهرة أنا مشيت الشركة أشرف إمام بيش نعمل كسيتات خطر لي مشيت حفظت الفلك مدرسة طوخي واخذيت ديبلوم كبير في قراءة الحظ والطالع اللهم سأل يعني بي اي مش نقول لك حاجة انتي عندك الحكمة وعندك البركة لكن يزم كما تشوف بالترو يلزم الصاحب الشخص هو اللي يقصلك على الكارتة يزنك هو خاطر هو بنيته هو مش يقصلك على الكارتة يفرقلك الكارتة وانتي بعد تحكي عن روحك لا 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 ما يمسليش أنا عندي ثلاثين سنين خدمة شوف فاق اسمعني خلينا فما هذا وذيك فما لحله وفما للشخص كما قلت تدري مش هذا جدل مش هذا جدل ومجدل المتاعي أنا ما يمسليش حتى واحده وليكن لنا مشكور طريقتها طريقتها طحية لسعيد نقرر لك انتي هيا شوفولك تاور يا رياض رياض بي ركز معي يا رياض اسمعني يا رياض هيا هني تقول لي صغيرك بالزوز شنو اللي عندك صغار الحق تكلم اه صغارك بالزوز وفرحان بالزوز وفرحان بالدارك صحيح وفرحان بحياتك صغارك قداش صغارك زوز بالزوز هيا ربعة بالزوز لا بالفرد بالفرد ورب يخليهم الكل يعني بالزوجة الأولى والزوجة الثانية كلمة صحيح دونك زوز اي بالزوز انا نشوف فم أما لكن فم أفرد خرجلك قالك وتقول لي فرحان وعندك عطبة بالفرح عطبة كذية بالفرح طريقك انتي لباس مع صغارك طريقك باهي حياتك ما شاء الله عندك الفرح وعندك مشي بالباهي عندك واحد من الأولادك يمكن يسافر وعندك انتي ماشي في بلاسة انا كل عام نمشي للعمرة اي ماشي انشاء الله بالفرح عندي عمر انشاء الله خاطر الحب وعندك سهرية كيينة عندك نقول لنا حزب لاتيف نحب برشا دي ما نعمل لحزب لاتيف على خاطر كل عام نعمل نذبح انا عندي اوليان للصالحين لكل زورتهم اي عندك تاع الجمهورية كاملة الزوية احنا نقوله اي صحي يعني انا نحب طايح على الزوية كل عام نسيل وهاو تبرك الله نز امي العزيزة ربي يفضل highly وفمع كارهبة بيش تدخل لكم جديدة سيارة بيش تدخل لكم جديدة خذيت اخذيت عقريب بزيلت يا سيمونس زيلت هذي كارهبة جاية تاها أبار لي سيار جاية واحدة أخرى ما شاء الله والله كيما نقوله ما شاء الله تريخي كدخلك لابس عندك فرحة بالعائلة وعندك فرحة لنثة عندك الخير كل منافي هوا مساعدة بي فرحة لنثة وحدها ولنثة هذه بالنجاح وبالتوفي هاي باي عندي زوز في الجامعة وعندي المورودة جديدة توا من دكتورة ايمان نقول الله زادة مبروك ونحب نحقيه بغضوك ان شاء الله ان شاء الله تركك لابس وان شاء الله سيمونس عندك انت عندك تقلقات في العمل متاعك عندي تقلقات في العمل متاعك وعندك تقلقات زادة في الصح ايه مقلق شوية صحيح تقلقات في الصح وتقلقات في العمل لكن راو تريخي كلابس تريخي كلابس لما تلخير ومشروبات الفرح وتريخي تجاوك بيه بارك الله فيك ان شاء الله 2023 مبروك عليكم ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله مبروك عليك انت سعيدة ايضا بشكورة ويعطيك الصح يلا نمشيو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة